ولكن في معلومة لازم نقولها بقى الاثنين والدين قيصري والاثنين بعد الولادة كانت حملت هاي الوحدة والاثنين بعد الولادة واحدة تأخرت ست سنين والتانية تأخرت أربع سنين لابد نصبع الاتهام يتشاور على القيصرية السابقة يعني ايه الكلام ده يعني انا اه سأل المنى وحعالجه والراجل حعالجه كل حاجة وكويس جدا ان احنا حللنا وعملنا ولكن القيصرية اللي اتعملت كم من القيصريات بينتج عنها التساقات في البطن وكم بالذات اللي فيهم مشاكل يعني الطفل متوفي داخل الرحم والقيصرية ممكن يكون اتفتحت بسرعة او بطوارئ او حسب ظروف القيصرية ساعتها بينتج التساقات داخل البطن بتعمل مشاكل في الانبيب لابد من اجراء اشاعة السابقة زي مروة ما عملت طب اشاعة السابقة طالعة كويسة ولسه ما حملتش اعملي من زار بطن اعمل من زار بطن اه من زار بطن وهنا يعني فيه سيدة لان انساها جاتلي من حوالي 11 سنة هذه السيدة كانت عاملة قيصرية اول ما تجوزت خلفت وجابت بنوتة كبيرة ما شاء الله وحبق على 11 سنة ما بتخلفش وعملت حقن مجالية طالعة اربع مرات وما بتحملش وعملت كم من التحليل والفحوصات ما بتحملش جزة تحليله كويس قلتها خلاص والله يعني ما هو المتهم هي قيصرية تعالي نعمل من زار ودخلنا نعمل من زار بطن ومن زار البطن اكتشفنا شفنا حاجة غريبة جدا ممكن ما شفتاش بعد كده غير مرة او مرتين في حياتي لقينا الخيط اللي متخيط بيه قيصرية السابقة مش من انواع الخيوط المفروض يتخيط بيها الرحم والخيط ده بمجرد ان احنا شلناه عشان دي مش من الخيوط المفروض يتخيط بيهم الرحم لقينا حاجة زي العشة جدا جوا الرحم بمجرد ان احنا شلنا الخيط القديم بتاع القيصرية القديمة اللي هو غير صالح للاستخدام داخل الرحم الست حملة الشهر اللي بعده في توقم بعد 11 سنة تأخر انجيب بعد فشل عمليات حقن مجالي كذا مرة حملة لوحدها بمجرد ان الخيط ده تشال والجسم الغريب اللي داخل الرحم ده تشال يعني لو اي واحدة عاملة قيصرية وبعد القيصرية تأخر الانجيب لأي سبب من الاسباب وهي مش عارفة السبب صباع الاتهام والشك على طول يروح ناحية القيصرية نتأكد ان ما فيش التساقات في البطن عن طريق المنظر البطن نتأكد ان ما فيش اجسام غريبة داخل الرحم عن طريق المنظر الرحمي وكم من الناس بتتعالج عن طريق الاتنين دول وبتحمل لوحدها